السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدة محمد ازيكم سنة تلتة اي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ بقى في فيديوهات المراجعة بإذن الرحمن وهنحلم تحنات مع بعض فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونشوف عندنا ايه طبعا انا هحل معاكم من كراسة المعاصر لو حد مع الكراسة دي طلحها وحل معايا طبعا اول صفحة كده بيعرفنا الحروف الكابتال والاسمون والساكر والمتحرك وكل ده احنا شرحناه احنا بقى هنبدأ من الجزء التاني اللي هو البانكتوشن والحاجات دي هنبدأ اول حاجة البانكتوشن برضه انا شرحته الاولى ابتدائي وهتلاقه نفس الشرح الاولى والتانية والتالتة تمام؟ فهنبدأ بقى هنا على يونت 1 والتو ان شاء الله النهاردة هنا كده يونت 1 بيقول ايه color the names of people هنلون اسامي الاشخاص هنا بيقولي play هنا احنا بقى هنمل circle عشان مش معنا الوان school glass sleep الا king cat mona اهيه ما فيش حاجة تاني بعد كده هنا بيقولي بنكتوشن هنعمل بنكتوشن اول حرف بيبقى capital يبقى شي ونحطه في الاخر نقطة مروان sleep for eight days 4 hours a day مروان بينام 8 ساعات في اليوم هنعمل مروان وفي الاخر نقطة تمام كده خلي بالك في الطير هنا اي حاجة فيها شعور هيبقى علامة تعجب تمام متعب متحمس فرحان زعلان كل ده هيبقى في علامة تعجب اما بقى unit 2 بيقولي هنا i have a fever هنحط نقطة او علامة استفهام بيقولي i have a fever انا لدي حمى يبقى نقطة بعد كده what's the matter الله يمس the what يبقى استفهام هل انت بخير تبقى برضو علامة استفهام قرب لكم الكاميرا she speaks english هي بتذكر انجليزي بتكلم انجليزي يبقى نقطة بعد كده بقى بيقولك هتمشي على الصورتين دول بتقول i have a fever انا لدي حمى او لدي حرارة وهنا he feels sick هو يشعر بالمرأة تمام طيب نشوف هنا طبعا هو هنا بيعلمك ازاي تحل البنكت ويشانك على كل ال units i feel angry هتبقى i و angry يبقى علامة تعجب i am very excited i و علامة تعجب تمام او ممكن تحطوا نقطة اللي اتنين عادي يمشوا هنا بيقولك color the exclamation mark هتتلون علامة التعجب اهي احنا هنعمل عليها ايه دايرة خلاص اللي هو الواحد وتعطيه نقطة listen unit for ba بيقول ايه a white bird بيقول هو شعره احمر وعنده لحية بيضة اللي هي الدانة it has black ears عندها ودن ايه صودة وبرده تحت هايستام انتم له البنكتويشن بيقول there is a chair a clock and television هتبقى there اول حرف وفي الاخر هنحط نقطة بعد كده she likes ice cream chocolate candy هتبقى she وفي الاخر هنحط برضه نقطة تمام كده طيب الناحية التانية unit 5 بيقول لي plant flowers to help bees بيقولك ازرع الظهور او الورود عشان تساعد الحيوانات وهنا let's watch the lines يعني هيا بنا نشاهد الاسد او الاسود هنا بقى punctuation برضه my favorite animal is a lion فهتبقى my وفي الاخر هنحط نقطة وهنا how can we help animal how يبقى على طول دا علامة استفهام تمام طيب unit 6 بقى the mouse is under a cloud بيقول in the far تحت the a السحابة وهنا he is short and fat هو تخين وقصير تمام طيب بعد كده هنعمل punctuation بيقول the boy has a flower دي كلمة the boy وبعدين هنا flower نقطة he is the circus برضه مفيش حاجة هنحط في الاخر نقطة طيب تعالوا بقى نشوف الجزء التاني مست بقى كل وحدة بالتفصيل اول وحدة كده unit 1 بيقول how do you feel كان السؤال اللي معانا القاعدة بتاعتنا كيف تشر فكنا بنقول how do you feel فكان بيقول i feel angry i can't find my book مثلا هي غضبانة عشان مش لاي الكتاب بتاعها فلما كان بيسأل how do you feel كنا بنقول i feel كذا وتقول اي صفة من التمن صفات اللي احنا اخذناه او السبعة تمام كده طيب بعد كده هنا بيقول hungry happy و tired بيقول i feel طبعا ده ايه فرحان i feel happy ونشتب على happy هنا i feel ما له ده hungry ولا tired لا ده متعب tired تمام طيب بعد كده هنا بيقول برده هنكمل بقى النقط بيقول sleep و feel can و feels she not unhappy and tired هي تشعر قلنا هي و she and it بياخدوا دايما الحاجة اللي فيها ال S فهتبقى she feels they not clean the kitchen هم ايه they can هم استطاعن هم ايه نضفوا المطبخ بعد كده 8 sales to not for 8 hours نعمل ايه لمدة 8 ساعات فهتبقى sleep تمام طيب الجمله دي اجابة لنا صاحبنا دي اجابة ده و بيقول اكتب جملة عنها هنقول له ايه هنقول له i feel sad يعني انا اشعر بالايه بالحزن خلاص unit 2 هنحل احنا على unit 1 و 2 اول حاجة كده في unit 2 كانت القاعدة برضه كان بيقول what's the matter what's the matter كان الرد بتاعها بنقول i have a وحط اي مرض اي حاجة منهم تمام يبقى what's the matter نقول i have a fever كان مثال يعني تعال نحل هنا بيقول كاف هدك كولد طيب هنا بيقول ايه i have a وحاطت ايضه على دماغه كده يبقى ايه مصدق هدك تمام طيب i have a ما له ده عنده كحات بقى كاف نشتب عليها بعد كده برضه هنكمل الجمهة العندي هنا بيقول لي this نقط my heart ونقط is the matter و my stomach طبعا this قلنا بتحب is اهي نقط the matter لسه يلنها فوق what طيب my stomach or or heartis لا heartis يعني للموني برضه هنكتب هنا جملة عنده ده عنده برد الماسك المندير يبقى i have a cold تمام بس كده بكرة بقى ان شاء الله هنحل على الوحدة التالتة والرابعة تعالوا بقى هنا على الوحدة الاولى هنا بقى اجيب لي حاجة اسمها adaptation اللي هي الاملام انت هتعمل ايه هترجم الكلمات دي عندي كلمة hungry يعني جعان و يشرب ماء يعني drink water وميت يعني لحمة دي لام و angry يعني غطبان و drink cola يعني يشرب مياه غازية و leave يعني ورقة شجر تمام الناحية التانية بقى هو جايب العرب وانت هترجم انجلش فانا عندي كده كلمة ايه سعيد سعيد يعني ايه طبعا كلنا عارفينها هتبقى happy طيب بعد كده يساعد help وينام sleep طيب مو ده حمس excited قلنا بنكتبها ازاي axc axc i t e d غنيها كده axc i t e d بعد كده ينظف clean ويشعر feel تمام طيب unit 2 هنا نبدأ بالانجلش عندي كلمة حمه هتبقى fever تمام جلدة هيبقى skin وبط duck طيب بعد كده برد cold والقلب اسمه heart يمشي مع النوت yarkl اللي هو يشوت الكورياني kick تمام طب الناحية التانية بقى نترجم عربي بيقولي headache 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 يعني ايه صداء nose anf طيب skirt يعني الجيبة وكاف كحة وfeet يعني اقدام sun sky سماء تمام كده طيب برضو كل مرة هنعمل كده الجزء ده بقى قص و لازق برضو على كل الوحدات والكلمات مهمة هتمشي انت عليها ولو فاضي قعد ايه قص و لزق كده من ورا طبعا هتلاقى الصور ورا ومكاتب على كل واحدة بعد كده بقى ان شاء الله هنحلم مع بعض الامتحانات و قبل الامتحانات هيكون في تدريب على البتاعة الكتعة تمام هنا بقى هنحلم مع بعض على unit 1 جايب لي هنا unit 1 بالكلمات بتاعتها عندي كلمة غطبان angry سعيد happy متحمس excited واجعان hungry وغير سعيد unhappy وعطشان thirsty وهنا بتقوله how do you feel قال لها i feel tired قالت له كيف تشعر قال لها اشعر بالتعم هنا بقى بيقول لي leave ولا team الله ده ورقت شجري بقى leave طيب ant ولا be دي نحلة be اهي طيب هنا لحمة eat ولا meat لا لحمة meat طب دا kitchen ولا living room لا مطبخ kitchen تمام بعد كده بقى هنا جايب لي ال speaking وبيقول how do you feel قال له i feel hungry عشان بيفكر في الاكل يبقى جعين هنا قت له how do you feel قال له i feel angry يعني انا غطبانة نحل بقى القتعة مع بعض بيقول لي هاني and hanna are at home in the kitchen هاني وهنا هما في البيت في المطبخ هانا feels thirsty هانا حاسة ان هي عطشانة هاني is hungry وهاني جعين هاني makes a sandwich هاني ساندويتش بيقول هاني ادى ساندويتش عمل ساندويتش وادى لهانا بعض العصير طيب بيقول لي هانا وهاني في السكول لا باول واحدة كده غلط هاني makes a sandwich عمل ساندويتش فهتبقى صح وكلمة ساندويتش ما تنتقى ها ساندويتش 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 أو ساندويتش طبعا هانا is hungry هانا جعانة لا ادي كانت عطشانة طيب هنا بقى بيقول ايه سكول وكلين وكيتشن هنا بيقول لي زي انه قط ده بلايجراوند يبقى كلين بينظفه طيب let's go to that هتبقى هنا كيتشن مطبخ تمام كده طيب تعالوا بقى اليونيت 2 اليونيت 2 بقى سانة تالتة بيقول لي هنا صدع هدك حمى ففر متعب طير كحة كاف فم ماث ام في نوز زراع ارم قدم فوت اقدام فيت تمام وكان السؤال لك بيقول what's the matter I am sick هنا قالت ايه this is my skin it protects my body بتقول هذا جلدي وده بيحمي جسمي طيب تعالوا نحن للليسن ده brown ولا black ده اسود يبقى black طيب sky ولا sun لا دي سماء sky medicine ولا juice دواء medicine طيب skirt ولا duck لا طبعا بطدك هنا بقى language او speaking بيقول لها ايه what does my stomach do قال لها معدتي بتعمل ايه قالت له ايه digest this food يعني بتهدم الطعم what's the matter قالت له I have a cough قال لها ما الامر او ما الموضوع قالت له انا عندي كحة تمام تعالوا نقرى برضو انحل بيقول ايه I have a cold انا عندي برض I drink water with lemon انا باشرب مية بلمون I go to the doctor بروح للدكتور I take some medicine وباخد الدواء I stay at home وبقعد في البيت I drink water with honey بيقول بيشرب المية بالعسل لا ده هنا الليمون يبقى غلط I go to the doctor صح طيب I have a headache هو عمده headache لا ده cold طيب بعد كده heart bone healthy هنا بيقول eight not food طبعا التفاح هتبقى healthy طيب this is my ومشاور على القلب فهيبقى heart تمام كده سنة ثلثة بس كده بكرا ان شاء الله هنرجع على الوحدة الثالثة والروعة ان شاء الله الرحمن كل يوم هنرجع لكم واحدتين باذن الله لو عايزان اي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات وانا معاكم واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد والكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته